مائة وخمسة وثلاثون يوما مرت على ولادة البرلمان الحالي دون أن يحرك أي ساكن فيما يتعلق بمهامه التشريعية التي من أجلها وجد هذا الكيان أكثر من أربعة أشهر مرت منذ أن أدى النواب اليمين الدستورية في الثالث من أيلول الماضي ولا يزال البرلمان عاجزا عن تشريع أي قانون تحت قبته العمر الدستوري للفصل التشريعي الأول قد انتهى وعقد النواب ستا وعشرين جلسة كانت حصيلتها دراسة ست قوانين فقط أبرزها الموازنة العامة لكنها بقيت قيد التشريع رغم أن الدستورة ينص على ضرورة تشريع الموازنة المالية قبيل شهر كانون الثاني من العام الجديد على اعتبار أن الوزارات والجهات المعنية يجب أن تتسلم استحقاقاتها المالية في بداية كل عام فكان المشهد الحالي متجسدا في برلمان مشلول وحكومة تسلمت مهام عملها بدون موازنة مصروفة أسباب تعطيل البرلمان يرجعها نواب إلى جملة من الأسباب أهمها الخلافات بين الكتل السياسية على رئاسات اللجان النيابية من جهة والصراع بين نفس الكتل على الوزارات الشاغرة في حكومة عبد المهدي ورغم هذه الأزمة البرلمانية يمضي محضر جلسات البرلمان في تدوين عقاد جلستين اعتياديتين أسبوعيا لمناقشة جدول الأعمال الذي يوضع من قبل رئاسته فيما يؤجل العديد منها لعدم اكتمال النصاب القانوني هو في أحسن الأحوال ترفع الجلسات بعد أخذ ورد بين النواب ما يحيل إلى الذهن مشهد قضاة يتلاعبون بقضية تطرح للنقاش ثم ترفع الجلسة إلى إشعار آخر دون وصول إلى قرار نهائي وهكذا هو العراق في ظل قضاته الجلد وقضيته بالغة التعقيد